وإنما سأله أبو جحيفة أن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها وقد سأل علي أن هذه المسألة أيضا قيس بن عباد وهم بضم المهملا وتخفيف الموحدة والأستر النحعي وحديثهما في مسلم المسائي أبو جحيفة أسكتب علي الله عنه عن هذه المسألة هل هناك أي كتاب منه منه من أهل البيت لا يسعى الله عنه وقرآن لماذا سألت هذه المسألة؟ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن يدخلوا بسبباً بأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن أجلوا عند أهل البيت لا سيما عليا وعند أهل البيت أهل البيت أشياء من الوحي اشياء من الوحي وحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم وحي خصهم وحي خصهم نسمى أجل ذاك وحي خصهم نذب لم يقص إقصاره أي شيء من أخرى بدء أخرى لأخرى أخرى وأخرى ولي 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 أخرى بيطانيا من الناس تُمَنِحْفَالَاً مُنْعَقُتُ الْإِنَوَعَ لَقَعَ الْحَلُ الْعِظِقِ الْعَابِ اللَّهِ يُمْ تُحْلِهِ إذاً فالفرسالة الْحَلَاً سَلَمَ مُنْ تَحْلِهِ فالفرسالة الْعَوْرَاتِ الْحَلِيَفَ الْحَلِيَفَ الْحَلِيُّ الْحَلِيَفَى إذاً سبحانه وإن آخره إذاً إذاً قداره بالنسبة ليسواً قَيْسُ بِنُ عُبَاد قوله لا قال لا أهل الله نبعد لا 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 الضاد المصنف في الجهاد لا والذي فلق الحبت وبر أن نسمح علي ري الله نبعد نبعد كتاب الجهاد ما مخاري قال علي ري الله نبعد قال لا بيه 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 وبر أن نسمح لا قوله إلا كتاب الله علي الله نبعد لا إلا كتاب الله اكسب بكة الله وهو بالرفع وقال ابن المنير ابن المنير سج فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من فقه المستنبط من كتاب الله وهي المراد بقوله أو فهم أعطيه رجل لأنه ذكر بالرفع فلو كان الاستشناء من غير الجنس لكان منصوبا كذا قال وَاللَّهِ رُعَنِ الْإِسْتِشْنَاءَ فِهِ أُنْقَتِهِ وَالْمُرَاد بِذِكْرِ الْفَهِمِهِ إِثْبَاطِهِمْ كَالِزِّعَاتِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ that is Ibn Munir says that in the usage إلا كتاب الله and the words that follow there is sufficient proof that علي ري الله نبعد some written or recorded things which he derived from the book of Allah not a special kind or not a special divine revelation not a special knowledge other than the book of Allah other than that from the book of Allah but derived from the book of Allah by his استِمْبَاطِ or research or analysis research and analysis works in the Quran and he found out some things or some knowledge actually it is derived from the book of Allah from the Quran okay it is أَشْيَا مَكْتُوبَةً مِنَ الْفِقْهِ الْمُسْتَمْبَةٍ إِنْ كِتَابِ اللَّهِ it is derived from the book of Allah but it is not a special not a special knowledge not a special wahyu that Prophet ﷺ specially given to a whole world nothing like that okay وَقَدْرَهُ الْمُسَنِّفُ فِي الدِّيَاتِ بِلَقْلِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ مِنَ الْكِتَابِ فَالْإِسْتِشْنَاءُ الْأَوَّلُ مُفَرَّعٌ وَالثَّانِي مُنْقَبِعُ وَأَنَاهُ لَكِنْ إِنْ أَعْطَى اللَّهُ رَجُلًا فَهُمًا فِي كِتَابِهِ فَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْإِسْتِمْبَاتِ فَتَحْسُلُ عِنْدَهُ الزِّيَادَةُ بِذَلِكَ الْإِعْتِبَارِ that is Imam Harik himself in Kitab al-Diyad used the word ما عندنا إلا في القرآن we have nothing except Holy Quran ما عندنا there is nothing in the custody of us okay إِلَّا ما في القرآن except what is there in the Quran except what is there in the Quran so we have Quran only إِلَّا فَهُمًا يُعْطَى رَجُلٌ مِنَ الْكِتَابِ and the power of understanding or fahm that a man gets from the book of Allah okay from the book of Allah إِلَّا فَهُمًا يُعْطَى رَجُلٌ مِنَ الْكِتَابِ from the book of Allah so this implies that ماعناه لَكِنْ إِنْ عَرْطَى اللَّهُ رَجُلًا فَهُمًا فِي كِتَابِهِ if a man is bestowed by Allah the faculty of understanding in his book then he will be فَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْإِسْتِمْبَاطِ he will be capable of analyzing and researching or istimbat work the Quran and then فَتَحْ سُولُ عِنْدَهُ الزِّيَرْتُ بِذَلِكَ الْإِعْتِبَارِ and then he will get more knowledge out of Quran more knowledge from the Quran he will be able to interpret the Quran he will be able to find out information find out valuable knowledge from Quran so it is not a separate knowledge actually it is derived from the Quran itself out of research, out of analysis okay وَقَدْ رَبَى أَحْمَدْ بِإِسْنَادِ حَسَنْ من طريق طارق بن الشهاب قال شَهِدْتُ عَلِيًا أَلَى الْمِنْبَرُ وَهُ يَقُولَ وَاللَّهِ مَا عُنْدَنَا كِتَابُنَّ قُرَأُهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللَّهُ وَحَاذِهِ الصَّحِيفَةَ وَهُ يَعَيِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَبْمِرِدُ بِالْفَهِمِنْ شَيْءًا مَغْتُبَةَ Imam Ahmad he records one hadith with a good chain of narration with a good chain of narration with a Hassan narration so Hassan near to Sahih hadith with a good chain of narration from Tariq ibn Shihab where he says Tariq ibn Shihab says I witness Ali riyallahu anhu shahidtu aliyan ala al-minbar saying in the minbar and he says وَاللَّهِ مَا عَنَّنَا كِتَابٌ نَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا كِتَابَ اللَّهُ وَحَاذِهِ الصَّحِيفَةَ that is by Allah Ali riyallahu anhu shaj by Allah we have no kitab to recite to you except the book of Allah and this Sahihah that is the written records as we discussed earlier that is the written records the written information that is Ali riyallahu anhu derived out of Qur'an or out of his research works out of his analysis out of his then قَوْلُهَا صَّحِيفًا وَلِنَّسَائِ من طَرِيَقِ الْأَشْتَرِ فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قَرَابِي سَيْفِ صَحِيفًا means written papers the Sahih records that from Ashtar then Ali riyallahu anhu took out one kitab from near his sword that is Ali riyallahu anhu then replied to Abu Juhifa then قَوْلُهُ الاقل no illya kitabullah then what is there in that? صحيفة Abu Juhifa asked him then Ali riyallahu anhu said الاقل أي aql 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 intelligence aql 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 so in hadith here aql means the earth blood money so it is named so because the people used to give camel as blood money Aql but they used to tie this camel which is given us blood money in the quartier of the killed person the murdered person the killer will give the blood money بيث compensation then it will be usually it will be camel that camel will be tied up in the courtyard of the murdered person it will be and it will be tied with اقال اقال means حبل اقال اقال that's why the word اقل is used here for ديات وَوَقَى فِي روائد ابن ماجا then in ابن ماجا's report بَدَلَ الْاقِل اَدْ دِيَات instead of اقل the word ديات used so ديات means blood money or the rules relating to blood money okay the rules and laws relating to blood money ديات compensation so here we see the Shiite believe that professor concealed some knowledge of divine inspiration and disclosed it to اليري الله نو or احل بيت الار and اليري الله نو kept it in a separate book is totally false اليري الله نو such that what he kept recorded was nothing but the knowledge that he obtained from the Quran itself out of his research research and analysis work of the book of Allah as he was bestowed by the power of understanding or fahm by Allah so Allah has given fahm to اليري الله that's why he researched and then he can get more information more knowledge out of Quran okay salam alaykum 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 can but it can judge about the